اشتركوا في القناة يعني مؤشرات لا يمكن ان هي تدي نتائج مختلفة او تباين في النتائج يعني قراءة المؤشرات الاقتصادية او الارقام الاقتصادية نتائجها بتكون واضحة اما اي قراءة اخرى او محاولات لقراءات اخرى الحقيقة دايما بتكون لها اهداف او لها اغراض لكن حتى من واقع علم الاقتصاد هناك يعني قراءة في هذه الارقام الميزانية ارقام الدين العام ارقام التضخم الاحتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي وهكذا خلونا نرحب بضيفنا معنا النهاردة وبيشرفنا دكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي منورنا دكتور سيد ويعني بنسعد الحياة لما هسيتك تكون معنا السبعة خير على حضرتك وعلى السادة مشاهدين يا دكتور عاسم طيب ابدأ معاك بالمؤشرات اللي انا اشارت اليها يعني النهاردة بعيدا عن الاقتصاد المصري هنتكلم بصورة مجردة علم الاقتصاد الخبراء الاقتصاديين عندما يحاولوا تقييم اقتصاد دولة ما بيقيموه ازاي ايه الاسس العلمية اللي على الاساسها بيتم تقييم هذا الاقتصاد هو طبعا في البداية يعني نوضح يعني علم الاقتصاد هو علم الاقتصاد بيهتم بالمشاكل الاجتماعية والحياة المعاشية للفرض وانه هو من خلال الاقتصاد فيه انعكاس على تحسين مستوى معيشة المواطن كمان انخفاض الاسعار توفير المستلزمات كل الاغراض دي مهمة جدا عنشان تحسين حياة المواطن ولكن احنا في مصر يمكن احنا عندنا في مصر فيه اختلاف عن اي دولة في العالم ان احنا عندنا موارد طبيعية كبيرة جدا عندنا ارض خصبع يمكن اقتصادنا بيمتاز بفكرة التنوع في الاقتصاد يمكن احنا الفترة الاخيرة بدأنا في فكرة برنامج الاصلاح الاقتصادي من حوالي اكتر من 6 سنوات وده انعكس بشكل كبير جدا على تحسن حالة المعيشية للمواطن وكذلك النمو الاقتصادي للمواطن وكمان الدخل الدخل طبعا مهم جدا لتحسين مستوع المعيشة نعم يمكن احنا من فكرة البرنامج الاصلاح الاقتصادي وفكرة المشروعات الكبرى في جميع الكطاعات وده كان حاجة مهمة جدا في التنمية الاقتصادية طبعاً إحنا عندنا حاجة اسمها التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي هو طبعاً التنمية الاقتصادية بتسبق النمو الاقتصادي النهاردة إحنا بدأنا بفكرة التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وإنشاء مشروعات كبرى في جميع المجالات طبعاً النهاردة عندنا تنمية الاقتصادية مهمة جداً فده بينعكس على النمو فالنمو بيأتي بعد التنمية الاقتصادية ففكرة النمو هو اللي بيتأثر بها المواطن زي ما قلت لحضرتك النموه النهاردة هو ارتفاع مستوى الدخل للفرد كمان ارتفاع مستوى المعيشة للفرد فاحنا الحمد لله حاليا شغالين كويس جدا في فكرة التنمية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بشكل كبير جدا طبعا احنا عندنا يمكن فيه دلالات او مؤشرات اقتصادية انعكست من التنمية الاقتصادية خلينا هنا يعني نروح للتجربة المصرية لما المؤسسات الدولية الاقتصادية بتيجي تقيم اقتصادنا بتقيمه ازاي يعني لما نقول ان الاقتصاد المصري يعني اكثر اقتصاد جازب للاستثمارات الاجنبية في المنطقة او ان هو اعلى الاقتصادات نموا في قارة الافريقية او يعني ده مش مثلا وزارة الاقتصاد في مصر او وزارة المالية او رئاسة الوزراء في مصر هي او جهة مصرية هي اللي بتقول الكلام ده الناس دي لما بيجوا يعلنوا ده على مستوى العالم يعني بيعلنوا ده على اي اساس يعني وهل ممكن يكون فيها اي نوع من انواع المجاملات او المحاباة وليه يعني شوف حضرتك هو احنا النهاردة احنا عندنا نوعين من الاستثمار عندنا استثمار مباشر واستثمار غير مباشر النهاردة اي مستثمر هيجي استثمر في اي دولة لازم يكون متوفر عناصر مهمة جدا اولا لازم تبع عنده عنصر الامن والاستقار الامني ده متوفر بشكل مهم جدا واحنا الحمد لله عندنا استقار الامني بشكل كبير جدا يعني يمكن رغم الازمات اللي اكتحت في مصر كمان الحكومة المصرية بدأت في فكرة البرنامج الاصلاح الاقتصادي فكان هناك فيه منح وحوافز للمستثمرين يمكن النهاردة من خلال السياسات الاقتصادية اللي بيستخدمها البنك المركزي فيه خفض الفائدة او اعطاء منح وحوافز للمستثمرين من اجل جذب مزيد من الاستثمارات في مصر فده يمكن ساعد بشكل كبير جدا كمان تحسن تحسن مؤشر اعداء الاقتصادي في مصر كمان البيئة الاقتصادية هنتوقف عند تحسن مؤشر الاعداء الاقتصادي هنرجع له خلينا فاكرين ان احنا هنرجع عند النقطة دي بس مسألة خفض الفائدة الخبراء الاقتصاديين بينظروا لها انها تحسن في الاحوال الاقتصادية لكن المواطنين اللي عندهم ودايع في البنو بينظروا لهذا الامر نظرة سلبية تماما ان ده بيأثر على دخلهم لا مدخراتهم موجودة يعني المبلغ موجود لكن استفادتهم يعني واحد معاه وديعة بمبلغ معين صغير او كبير بياخد منه الفائدة الفائدة كل ما عاليت يعني لما كانت عشرين في المية كان هو طبعا طبعا لا خمستاشر تمام دلوقتي نزلت لتنشر ونص وبعدين حداشر ابتدى يبقى الآن ويقولك لا انا كده هصرف منين واحوالي المادية والكلام ده الفجوة ما بين رؤية الدولة ورؤية الخبراء الاقتصاديين لمسألة خفض الفايدة واحساس الاصحاب الودائع في البنوك ان ده يعني هيؤثر بصورة مباشرة على قدراتهم الشرائية هو طبعا البنك المركزي لما بيجي مثلا يتبع سياسة معينة من السياسات الاقتصادية وتم تخفيض الفايدة هو تم تخفيض الفايدة طبعا بسبب أزمة كورونا وبسبب تشجيع الاستثمار يمكن هي سلاح زوح الدين سلاح ايجابي مهم جدا على الشركات ويجازب الاستثمارات سواء الاستثمارات الاجنبية او الاستثمارات المحلية وبالنحية التانية بتنعكس بالسلب على الافراد ولكن هو السلاح الاقوى او الايجابي هو الهدف الدولة الاساسي هو جازب الاستثمارات اللي هو اللي بيستفيد منه الدولة بشكل كامل جدا لكن دول مواطن طبعا مواطن عشان جازب الاستثمارات ده يعني ما هو برضو فيه بتبقى نظرة فردية لكن هنا نقول ايه اقتصاديا للمواطن اللي هو عايز الفايدة تبقى 15 و20% وعنده مبلغ هيجيب له مثلا هيجيب له الف جنيه في الشهر هيبقى الالف جنيه دول لما الفايدة تقل هيبقى 500 جنيه او 600 جنيه فهو حاسس ان الحاجة اللي بيشتريها مش هيقدر يشتريها هل هذا الاحساس على ارض الواقع صحيح ولا مسألة التضخم دي هي اللي بتعادل القصة دي هقول لها حضرتك هو النهاردة طبعا لما الفايدة بتنخفض فده يبقى لها انعكاس كبير جدا في مزيد من الاستثمارات الاستثمارات النهاردة لما تبقى فيه استثمارات كبيرة جدا في مصر الاستثمارات دي طبعا هيبقى فيها انعكاسات كبيرة جدا زي بتستقطب عمالة كبيرة جدا كمان هيبقى فيه انخفاض في الاسعار النهاردة انا زي ما قلت على داك ان فكرة الاقتصاد المصري بقى هناك هتنوع في كل القطاعات فالتنوع وزيادة الانتاج فده يخفض الاسعار بشكل كبير جدا وده يمكن انعكس على مؤشر معدل التضخم الفترة الاخيرة كان هناك انخفاض لمعدل التضخم يعني ايه ايه الاسعار طبعا فيه الخضر والفكهة اكيد يعني واضح ان فيه انخفاض في اسعارها هل يعني فيه مؤشرات اخرى للسلع الاساسية الغذائية الملابس الخدمة الصحية يعني الخدمة التعليمية اللي هي ممكن اخد عشرين في المية فعلا فايدة اه وارتفاع معدل التضخم بس اجي الحاجة اللي باشتريها بجنيه اشتريها بتلاتة تمام هو طبعا كان عندنا فكرة مهمة جدا في البرنامج الاصلاحة وهو فكرة ان مصر بتحاول يبعا عندنا اكتفاء ذاتي في جميع المجالات وده فعلا ظهر معانا في ازمة كورونا خاصة في قطاع الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني وكمان في قطاع الطبي يمكن قطاع الانتاج الزراعي طبعا من خلال المشروعات الكبرى اللي تمت في مصر الفترة الأخيرة زي مشروع الصواب الزراعية ده منع فكرة الاحتكار يمكن احنا في ظل الأزمات الكبرى طبعا بيكون عندنا زيادة في الأسعار وعدم توفر الأسعار والسلع الاستراتيجية بشكل كبير جدا ولكن مع مصر مع الهدف الأساسي من البرنامج ان احنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي في جميع المجالات وده نعكس في الانتاج الزراعي ويمكن خلى التجار في مصر ما بقاش عندنا احتكار في السلع الغذائية ويمكن بقى عندنا السلع متوفرة بشكل كبير جدا بقى عندنا انخفاض في أسعار السلع سواء الخضار أو الفاكهة أو كمان يمكن في السلع الاستراتيجية الغذائية كمان في الأدوية يمكن الأدوية بقت متوفرة بشكل كبير جدا فده طبعا خلى معدل التضخم منخفض فالنهاردة بنسبة الفايدة لما تبقى الفايدة النهاردة 9.25% وعند الأسعار المنخفضة فده طبعا هيغطي قيمة الشراء والمستلزمات ولكن بعكس النهاردة انا لو زودنا الفايدة هيبقى فيه عندي هروب للاستثمارات بشكل كبير جدا محدش هيقدر نهاردة هياخد قرد وفايدة بتاعته يدفعها 20% تمام وبالتالي لما تبقى الفايدة عالية مش هيبقى فيه استثمارات والاستثمارات طبعا هيبقى ما فيش عندي استقطاب للعمالة وده هيزود البطالة في مصر ولكن لا احنا بالعكس رغم الجائحة ورغم يمكن كل الأزمات اللي حصلت للفترة الأخيرة ان احنا عندنا فيه كمان أسعار الأسماك الحقيقة طبعا أعمى والبروتين يعني طبعا وهو الانتاج الزراعي والانتاج الحوائي الانتاج الداجيني يمكن دول من أهم القطاعات اللي نشطت فيه أزمة كورونا وبالإضافة إلى القطاع الطبي نعم فده طبعا ليه دلالاتهم أشرات اقتصادية بتنعكس على المواطن محدود الدخل ان هو يبقى فيه عنده الأغراض بتاعته والأشياء بتاعته متوفرة بشكل كبير جدا كمان ملموسة على أرض الواقع النهاردة ملموسة على أرض الواقع طبعا أنا هاخد من كلام حضرتك وبرضو يعني اسمح لي أني هنقل نبض الناس الكلام اللي المواطن بيقوله المواطن يقولك أنا بدفع كتير تمام يعني باجي عدي فكارته بدفع باجي أعمل خدمة بدفع تمام باجي أي الخدمات اللي كانت بجنيه بقت أغلى البعض بينظر لهذا الأمر على أنه نوع من أنواع الجباية وأن الدولة متجهة إلى تنمية مواردها من جيب المواطن تمام بمنتهى الصراحة تمام البعض الآخر بيقولك آه أنا بدفع يعني عندي صديق ساكن في الشروق كان يعني زعلان جدا من موضوع الكارتة ده وبعدين لما اتعمل إن الكارتة سنوية بـ 800 جنيه راح اشترك تمام وبعدين رايح جاي كان كاتب بوست الحقيقة على الفيسبوك مبارح أو أول مبارح لفت نظري أنه بيقول أنا دفعت 800 جنيه صحيح بس الطريق وسع تمام كنت بخافة أمشي فيه بالليل بقى فيه ضاقة ولادي رايحين جايين بقى فيه مواصلات بقى بقى أنا مبسوط إن أنا دفعت التنمية ده نموذج تمام وفيه نموذج تاني يقولك لا أنا عمال أدفع وتعني أنا مش عايز خدمة أنا مش عايز أدفع فهنا الصح إيه وجهة النظر اللي مشي في الدولة في هذا التوابع هو أشوف طبعا فكرة الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري ومتر الأنفاء وكمان يمكن فترة أخيرة يبقى فيه إنشاء القطاع السريع بين العين السخنة والعالمين لا ليه دلالات مهمة جدا بتنعكس على المواطن النهاردة المواطن لما ييجي مش بس المواطن كمان الاستثمار كمان الشركات يمكن النهاردة لما تبقى الطرق ميسرة وسهلة هتبقى فيه مرونة في الحركة صحيح فبالتالي لازم المواطن أولا المواطن شريك أساسي وستراتيجي فيه لعملية التنمية الاقتصادية في مصر فلازم المواطن هيبقى مساهم زي النهاردة حتى كان لما نيجي نعمل شركة مساهمة مصرية فأنا بقول إن المواطن هيبقى مساهم بشكل كبير جدا وليه دور هام جدا في التنمية الاقتصادية فده إنعكاسه بقى واضح في استهلاك الوقود بلاش الجهاز المركزي والأرقام الرسمية كل واحد عارف جيبه يعني كل واحد عارف هو كان بيحط بنزين في عربيته أسبوعيا شكله إيه أو كل يومين شكله إيه إحساس المواطن إنه هو بيدفع نفس اللي كان بيدفعه في البنزين بعد المشروعات دي هو ده اللي أنا عايز أوصله شوف حضرك هيبقى عندنا حاجات مهمة جدا أولا الطرق هتبقى فيها سهولة والوقت كمان تقليل الحوادث يمكن إحنا كان عندنا حوادث في الفترة الأخيرة يمكن مصر من دول الكبيرة في العالم أن عندنا عدد الوفيات في الحوادث من نسبة كبيرة جدا ده هيقلل نسبة الحوادث هليه إنعكاسات بشكل كبير يدن على البيئة زي ما حدك بتقول هيبقى فيه توفير فيه استهلاك الوقود كمان يمكن هتعمل مشروع مهم جدا اللي هو تحويل كل السيارات الأديمة إلى الغاز الطريق فده هيبقى فيه إنعكاس طبعا لما أنا كان عامل لي ميزانية كل أسبوع مثلا 200-300 جنيه بنزين طبعا فتفع لي 1200-1500 بنزين لما المبلغ ده يبقى 500 جنيه طبعا الفرق ده يعني أنا كمواطن أحسابه إزاي طبعا هو شوف النهاردة السيارة بتحتاج مصاريف صيانة غير صيانتها طبعا حرق الزيوت طبعا التغيير الزيوت الاستلاك النهاردة لما يجي مثلا في المشوار كان الطريق الأول بياخد مثلا ساعتين النهاردة بقى فيه سهولة فيه حركة تمام كمان ده مش بس يعنعكس للأفراد بس كمان للشركات يا فندي يمكن الشركات النهاردة النقل نقل الشركات اللي هي التجارة بقى آه طبعا ده التجارة الداخلية ده مهم جدا احنا عندنا طبعا مدن صناعية مرتبطة بالقاهرة العاشر من رمضان 6 أكتوبر لأنه يبقى فيه سهولة في الحركة المرورية ده يساعد على ان العاملين يوصلوا بشكل أسرع إلى الأماكن العمل كمان هيوفر الوقت والجهد أخبال حضرتك المشوار اللي كان يأخذ ساعتين لأ النهاردة هيبقى فيه توفير في الوقت تمام كمان يمكن فيه حاجة مهمة جدا هتنعكس على فكرة ان المواطن ازاي هيستفاد النهاردة زي ما حدناك قلت ان الطرق هيبقى فيها أمان واستقار أمن بشكل كبير جدا ما بقاش فيه الخوف كمان فيه مشروع هيتعمل على الطرق والمحاور هيبقى مشروع الخدمات اللي هو هيبقى كل الطرق السريعة فيها اللي هي فكرة الشركات الوطنية البنزينة زائد المحلات التجارية زائد خدمات السيارات فده هيبقى موجود على كل الطرق الصحرائية الفترة اللي جاي فده طبعا هيستفاد منه المواطن بشكل كبير جدا يعني الحقيقة دي حاجات أرجو ان احنا يعني ننظر لها نظرة موضوعية طبعا يعني الحقيقة احنا يعني حتى من ناحية الاقتصادية انا عايز اتكلم هنا عن المواطن اللي هو الفرد ازاي بينظر للداخل والخارج يعني داخله ايه ومصاريفه ايه يعني ازاي كمان هو يعرف يحسب او يعرف اقتصادياته اتحسنت ولا لا تمام علشان تعرف مسألة ان الواحد يبقى مشارك حتى لو بصورة يعني روحية او بدعم نفسي تمام الحالة الاقتصادية في الغير لما يبقى على طول فتح ودانه للقنوات اللي يقولك ده اكذا ده اكذا ده ما فيش ده اكذا او شايف النقاط السلبية على طول تمام هو طبعا المواطن النهاردة علشان يقدر يحس يعني فيه عنده احساس بتحسن المستوى المعيشة هو قلم بتنعكس على حاجتي مهمة الدخل ومستوى الاسعار النهاردة احنا يمكن عندنا في مصر بقى فيه حد أدنى للرواتب وفيه حد أقصى للرواتب يمكن حتى لو احنا هنقول الحد الأدنى للرواتب 2000 جنيه النهاردة تمام وفي ظل انخفاض الأسعار أنا عندي الأسعار سابتة ويمكن ده شيء يمكن ما حصلش أصلا قبل كده في تاريخ مصر الاقتصادي ان أنا عندي في ظل أزمة كبيرة جدا والأزمة دي اكتاحة العالم وأثرت على كبرى الاقتصاديات في العالم ورغم ذلك هناك توافر في السلع وانخفاض في السلع الأساسية النهاردة المواطن عشان يحس ان الأسعار فيه تناسب أو فيه توازن بين مستوى الداخل ومستوى الأسعار فبقى فيه فكرة انخفاض النهاردة أسعار السلع سواء الخضر والفاكهة والسلع الغذائية فده النهاردة منخفضة بشكل كبير جدا وفيه الأماكن اللي الدولة وفيه دعم كمان لا يعني فيه سلاسل اللي هي الوزارة التمويل طبعا كمان مشروع الصوب عمل سلاسل كبيرة جدا مع الجيش والشرطة بالزبط اللي هي الخاصة ب يعني مشروعات القوات المسلحة طبعا احنا بنتكلم اني يعني مش لازم اني الفكر برضو الاقتصادي في اني ممكن اجيب الحاجة من أسواء الجملة ما نقولت لحد ذلك نقولت حازم ان الدولة النهاردة والقيادة ان هي بتحاول تمنع فكرة الاحتكار بشكل كبير يمكن الفترة الأخيرة كان هناك مشاكل كبيرة مع التجار سواء يعني مثلا سعر الأسعار مثلا البطاطس الفترة الأخيرة كان وصل لجنيه فكان الغرفة التجارية فيه مناشد للرئيس ان الاسعار وان الفلاحين بتخسر لا هو ما فيش خسارة هو النهاردة مشروع زي مشروع الصوب الزراعية ما هو بيكلف الدولة عمالة سواء بطريق مباشر او غير مباشر ومع ذلك اسعار رخيصة ومنخفضة وفي مستوى الجميع وبيكسب برضو فيه مكسب فالنهاردة بقى عندنا فكرة منع الاحتكار لكل السرعة ففكرة منع الاحتكار مع توافر المنافس بشكل كبير جدا يمكن خلى المواطن يتجه بقى عنده ثقة كمان في الشراء من المشروعات القوامية ويمكن المشروعات القوامية بقى فيها حاجة مهمة جدا ان بتتعامل بشكل صحي جدا طبعا يعني ناحية طلبية بقىش فيها منتجات سليمة صحية جدا ما بقاتش منتجات فيها مصرطنة ما بتاخدش كيميائيات فترات الصلاحية فده طبعا بقى في امان وفي طمأنينة بالنسبة للمواطن هو يقدر يتجه الى الشراء من المشروعات سواء في المنتجات الزراعية او المنتجات الحيوانية طيب هتكلم برضو هنا على ان دايما احنا بنتكلم وطبعا هي دي مسئولية يعني محدش يقدر انه هو يقلل من مسئولية الدولة على المشروعات الاقتصادية لكن لما بنتكلم عن مثلا فرص العمل والبطالة ونلاقي ان في معظم لقاءات الرئيس بيتكلم عن الزيادة السكانية وتأثيرها المباشر على يعني الاحوال الاقتصادية بصورة عامة زائد حاجة واضحة جدا جدا يعني في اي تعامل بالنسبة لسوق العمل اللي هي احتياجات سوق العمل واني يبقى كل واحد بيطور من مهاراته واداءه علشان حتى في حاجات تحويلية علشان يناسب سوق العمل ف لما كل ده بيحصل بيلاقي فرصة عمل لكن لو مثلا اخريت كلية من الكلية اللي بتخرج الافات كل سنة ومثلا ما عندوش لغة وما عندوش كمبيوتر ومش مطور في نفسه وجايب مقبول مثلا يعني وبعدين يقولك انا مش لقي فرصة عمل يعني طب ما هي احنا خلينا نتكلم بصراحة يعني فيه هنا مسئولية على الشاب نفسه وعلى الانسان نفسه في تطويره او في تحويل مجال عمله زائد مسئولية مجتمعية كلها في موضوع الزيادة السكانية طبعا طبعا هو يمكن مشكلة الزيادة السكانية دي مشكلة خطيرة جدا ويمكن هي من اهم الاسباب اللي بتحوك التنمية الاقتصادية ولكن احنا في مصر ممكن يعني انا شايف ان المورد البشري ده من اهم عناصر الانتاج يعني يمكن لو جينا عملنا مقارنة بين مصر وبين الصين يمكن مصر عدد سكانها 100 مليون وخمسة الصين مليار و300 مليون نعم فالصين طبعا بدأت تحول المورد البشري الى عنصر مهم جدا في عملية التنمية الاقتصادية ولكن احنا بنصر بنختلف عن دولة الصين ان احنا عندنا المشكلة في مصر ازا محباك بتقول احنا عندنا حاجات نقصة كتير ازاي يعني النهاردة هناخد مثال مثلا كلية التجارة كلية التجارة بتخرج عدد كبيرة جدا كل سنة طبعا النهاردة الشاب النهاردة ما يقدرش يواكب سوء العمل او ما عندوش المهارات او المتطلبات اللي اكتسبها في خلال لان احنا عندنا فجوة بين الدراسة الاكاديمية والمجال العملي يمكن انا شايف ان احنا مفتقلين حاجة مهمة جدا فكرة الاستفادة من طلبة كلية التجارة او اي كلية اللي هو بيواكب سوء العمل اللي هو بيشتغل بشكل كبير جدا ان احنا نهاردة نعمل بروتوكول تعاون بين القطاع الخاص وبين وزارة التعليم العالي ان احنا يبقى فيه مشروع تخرج عملي على عرض الواقع ان كل سنة او كل فرقة من كليات التجارة ان يبدأ تدريب العمالة بشكل منتظم في القطاع الخاص زي فكرة التعليم الفني يمكن احنا الفترة اللي جاي هيبع عندنا انقراض في الفنيين ودي مشكلة خطيرة جدا احنا مش انقراض لو عندك اي حد من المستثمرين من اصدقائك عنده مصنع ولا حاجة في مدينة صناعية وسألته انت اكبر تحدي بيواجهك ايه هيقولك العمالة الماهرة العمالة اه طبعا العمالة الماهرة والعمالة المستديمة طبعا وبعدين يعني برضو برضا دكتور حازم يعني احنا برضو يعني حتى العمالة المستديمة في القطاع الخاص احنا لازم ان احنا احنا عندنا فكرة في مصر او عندنا ثقافة غريبة جدا ان احنا عندنا ان الشاب النهاردة عايز يخلص وعايز يشتغل في القطاع الحكومي ليه يشتغل في القطاع الحكومي وفيه عزوف عن العمل في القطاع الخاص هو طبعا القطاع الخاص اكيد هيبقى فيه مشاكل كبيرة جدا ان هو لازم يبقى فيه يضمن العامل استقرار الوظيفة بشكل كبير جدا زي الحكومة يعني القطاع الحكومي يضمن العامل استقرار قانون العمل الجديد يعني هيصدر إن شاء الله الدورة دي هو مجلس النواب إن شاء الله وده لو بفيه تطوير وفيه حفظ لحق العامل في القطاع الخاص وانسماح لأقول هو القطاع الحكومي النهاردة هل أصبح زي الأول؟ لم يصبح زي الأول النهاردة أي موظف في القطاع الحكومي لو أخطأ ولا عمل يعني فيه موظفين في القطاع الحكومي بيترفضوا طبعا بس إحنا الفكر اللي عندنا والثقافة إن الاتجاه للعمل إلى القطاع الحكومي اللي عندناه بيدمن الاستقرار والأمان الوظيفي وهناك عزوف عن القطاع الخاص فأنا شايف إن احنا لازم يبقى فيه تعاون قوي ومثمر بين القطاع الخاص بشكل كبير جدا وبين الجماعات المصرية هو أهم من القطاع الخاص والعام يعني أنا جدت عايز أشير لده وحضرتك يعني بخبرتك في المجال ده تفيدنا أنا أهل نفسي إزاي يعني أنا بروح أدخل طبعا يعني بصرف النظر أنا فاهم فيه ناس قاعدة قدامي وأنا بقيدهم يقولك يعني الوسطى هي أهم شيء في المسائل يعني أكيد فيه نسبة من الوسائل بتحدث لكن أنا عايز أؤكد لكل اللي بيشوفونا دلوقتي إن فيه جهات وفيه وظايف اللي بيشتغل فيها ما ينفعش واسطة طبعا طبعا يعني هما بيبحثوا عن صاحب الكفاءات طبعا طبعا الوسطى ممكن فيه الوظائف التكرارية تماميه الوظائف اللي ملهاش مؤاقر فأنا النهاردة إزاي أطور نقعة لغتي تماميه مهاراتي في الآي تي يعني شوف حالك يا دكتور حازم النهاردة عشان نقول الشاب الخريجي جديد مش هنقدر نقول له إحنا محتاجين لك خبرة أنت لسه متخرج جديد وأنا الوظيفة محتاجة لك خبرة ولكن زي ما قلت لحضرتك يمكن البنوك المصرية عاملة برتكول تعاون أنها بتضرب الشباب الكليات التجارة خلال فترة الأجازة يقدر إزاي يتعامل مع العملاء فكرة التعامل إزاي يقدر يشتغل في الحسابات بشكل كبير جدا إزاي يقدر يشتغل في الكمبيوتر ما هو كل ده تدريب عملي والنهاردة الدراسة الأكاديمية والدراسة النظرية بتنعكس بتختلف عن الواقع العملي فبالتالي إحنا محتاجين أن النهاردة أن الطالب أو الخريجي الجديد محتاج أنه هو يتدرب فيه شركات القطاع الخاص بشكل منتظم خلال فترات الدراسة ده هيخليها اكتسب خبارات عملية على أرض الواقع كمان التدريب في البنوك المصرية وده ما هو من زمن أسمح لي حتى لو ما عرفش يتدرب لأنه برضو خلي بالك السنة دي والسنة اللي فاتت يعني إحنا بنتكلم مع الناس بصراح ما فيش بنوك خد التدريب ما فيش شركات خد التدريب لأنه طبعا جايح تطورون أو كلام ده لكن أنا بتكلم أنه لا هو أنت بتعمل انترفيو لشاب بجايلك يعني بيفتقر لا أساسيات يعني طبقه بعدين طب أنت عايز تشتغل إزاي ما هو هو الطالب النهاردة أو الخريج لازم يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا لازم يطور مهارات بتاعته سواء في المهارات في الحاسب الآلي تمام المهارات في الزكاء كمان يمكن الزكاء الاصطناع ده مهم جدا كمان مهاراته في اللغة ولكن بجانب المهارات ما أنا عايزه يبقى عنده مهارات مكتسبة وكفاءة بالإضافة إلى الجانب العمل يمكن أنا بركز على الجانب العمل لأن الجانب العمل ده مهم جدا والنهار ده هو عنده مهارات وعنده وعنده ولكن ما عندهش خبر عملية وهو لازم يبقى هما دايرة بيكمل بعض صحيح يبقى أولا الدراسة الأكاديمية زي التطوير المهارات حتى الجماعات يعني يمكن الجماعات كتير جدا بتعمل دورات في الحسب الآلي دورات في اللغة الإنجليزية وده متوفر طبعا دورات يمكن في زي تعامل مع العمل كمان يمكن وكيفية إدارة الحوار مع العميل في شهر أجيل عموان في القطاع أو في البنوك أو حتة أن احنا برضو حتة التنمية البشرية لأن احنا عندنا برضو بنفتقد التنمية البشرية في التعامل فدي نقطة مهمة جدا بالإضافة إلى التركيز على الجانب العملي لأن معظم الأماكن بتحتاج خبرة والنهاردة محتاج خبرة بحيث أن هو عشان يفيد المكان اللي هو هشتغل فيه فده كله بينعكس على طيب هرجع مع حضرتك يعني عناصر المنظومة الاقتصادية وزي ما بدأت يمكن الحوار المواطن بيحسبها الدخل اللي بيدخله والمصروف اللي بيصرفه من الحقيقة من أهم عناصر المنظومة الاقتصادية وإن كان البعض ما بيضعهاش في هذا الإطار لكن ما بيشعرش بيها إلا اللي يمكن بيتعرض لمشكلة صحية المنظومة الصحية يعني النهاردة لو واحد يعني وده أي حد ممكن يتعرض لأزمة صحية أي مكانت الدولة إزاي بتنظر لهذا الأمر خصوصا أن مظلة التأمين الصحي يعني امتدت عدد من المحافظات وتمتد المحافظات الجمهورية كلها تمام وده علاقته إيه باللي أنا قلت الدخل والمنصرف يعني الواحد لما يبقى متطمن أنه هو وأسرته في منظومة تأمين صحية تمام مش مع أزمة كورونا أنه بدأ يبقى فيه تطوير في القطاع الطب في مصر ولكن خلال الفترة السابقة يمكن إحنا كان عندنا أزمة فيروس سي تمام ويمكن الرئيس كان هناك مبادرات كبرى في علاج فيروس سي مبادرة 100 مليون صحة وده يمكن العالم اندهش أن مصر إزاي قدرت تتعامل وقدرت أن هي تعالج 100 مليون مواطن من فيروس سي كمان كان عندنا مبادرات للكشف عن المرأة المصرية ويمكن دي كانت مهمة جدا الفترة الأخيرة ومع جائحة كورونا ومع تلك الأزمة كان هناك لابد أن يكون هناك تطوير في القطاع الطبي ويمكن مصر بدأنا في منظومة التأمين الصح الشامل بدأنا بمحافظة بورسعيد وده تطبق بشكل كبير جدا ويخلى هناك فيه اطمئنان النهاردة فكرة العلاج بدأ المواطن النهاردة لما يروح يتعالج في المستشفىات بقت كل المستشفىات فيها المستلزمات والأجهزة وكل الحياة بخلاف أنه هو النهاردة يروح يتعالج سواء على شكل خاص أو على حسابه الخاص فده هيكلفه عبء كبير جدا فالنهاردة المنظومة الصحية بقت منظومة على أعلى مستوى رغم جقاحة كورونا وقبل كمان الجقاحة يمكن إحنا كان عندنا موضرات كبيرة وده بيعني عكس على المواطن بالأمان المستشفىات الكبيرة يعني عدد الأسرة اللي فيها أجهزتها والكلام ده كل والاهتمام بالأطفال يعني أن إحنا ما نستناش أن يبقى فيه مشكلة صحية لا إحنا بنكتشفها من الصغر وبنعالجها كمان إحنا بقى عندنا حاجتين مويمين في مصر في القطاع الطبي عندنا وزارة الصحة كمان عندنا مستشفىات الجامعية ويمكن بقت القوات المسلحة شريك أساسي في منظومة الصحة والقطاع الطبي من خلال المستشفيات الطبية يمكن سيد الرئيس افتتح مجمعات طبية الفترة الأخيرة في مدينة اسماعيلية وفي الشرقية فطبعا المجمعات الطبية دي كمان مش هستفيد منها بس العاملين في القوات المسلحة لا هناك هيبقى تعامل مع المدنيين فطبعا ده بينعكس على صحة المواطن وهيبقى فيه تقديم منظومة صحية على أعلى مستوى ده طبعا بيخليه أنه ما فيش اتجاه بقى لفكرة المستشفيات الخاصة هل ده اقتصاديا نفس الفكرة اللي كان بيشير إليها الرئيس لما يعني بعض الأصوات يعني سنوات الحكم الأولى كانت بتطالبه بتدخل الدولة ل زبط الأسعار أو مثلا أنه يبقى فيه ما يعني اللي كان في السابق بيعرف بالتسعيرة أو الكلام ده فكان دايما بيشير الرئيس إلى أن مسألة العرض والطلب وإحنا شفناها على أرض الواقع بقى أن يعني أسعار الخضار زي ما قلنا أسعار الأسماك أسعار الكلام ده بالعرض والطلب فهل في المنظومة الصحية ممكن يعني لأن طبعا فيه مستشفيات خاصة تسمع يعني أرقام يعني محدش يقدر يتفحها يعني محدش يقدر يتفحها إلا يعني فئة قليلة جدا فهل ده ينطبق على الخدمات أيضا بما فيهم الخدمة الصحية طبعا نشوف حضرتك هو إحنا إحنا بدأنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي يمكن في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي يمكن الفترة الأخيرة في القطاع الطبي يمكن عندنا سبات وتوفر بشكل كبير جدا فيه يمكن مع بداية أزمة كورونا كان عندنا نقص في الأدوية ولكن مع تدارك الأزمة بقى عندنا توفر بشكل كبير جدا وما بقاش عندنا نقص في السوق في الأدوية وكمان الأدوية أسعارها سابتة وما فيش هناك هتزايد في الأسعار ده طبعا هينعاكس على المواطن النهاردة المواطن يمكن إحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من المواطنين محدود الدخل في مصر فالنهاردة محدود الدخل محتاج إيه؟ محتاج خدمات صحية متوفرة بشكل كبير جدا مستشفيات ويمكن الفترة السكن السكن طبعا يمكن إحنا الفترة الأخيرة بقى فيه استثمارات كبيرة جدا في المشروعات ويمكن كمان بقى فيه مشروعات المستشفات الميدانية اللي اتعاملت من قبل القوات المسلحة وكمان المحافظات كمان يمكن بقى فيه دور مهم جدا في أزمة كورونا المجتمع المدني يمكن المجتمع المدني ساعد كبير جدا أو ساهم شاكل كبير جدا في دعم المستشفيات فده طبعا ليه تأثير لأنه نهاردة المواطن لازم الصحة والتعليم ده حاجة أساسية جدا لمواطن محدود الداخل أنه مش هيقدر ما عندهش أعباء مالية زيادة أنه يقدر يتعالج فيه مستشفات خاصة فده يبقى عنده التزام كبير جدا طيب ايه المؤشرات اللي حضرتك كخبير اقتصادي بتنظر إليها بتفاؤل في الاقتصاد المصري في الفترة القادمة وإيه المؤشرات اللي بتصير مخاوفك في الاقتصاد المصري هو احنا الاقتصاد المصري بقى عندنا ثقة مهمة جدا من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية إن احنا الحمد لله ماشيين على المصار الاقتصاد الصحيح وده بينعكس على ثقة المستثمر بقى المستثمر الأجنبي النهاردة بقى فيه ثقة في الاستثمار المصري بشكل كبير جدا كمان بقى عندنا عندنا انخفاض إلى معدل التضخم بشكل كبير جدا وده برضو نعكس وإن احنا بقى عندنا فكرة انخفاض في الوردات بشكل كبير جدا إن احنا مش عايزين ورداتنا تزيد تمام وكمان في صدراتنا فده بينعكس على خفض العجز في الميزان التجاري وده لإدارات اقتصادية كبيرة جدا كمان يمكن احنا عندنا الاستثمار في المشروعات الكبرى في مصر ده وخاصة المبادرات الأخيرة في تطوير القرى والريف تمام فده بينعكس على انخفاض معدل الفقر ويمكن معدل الفقر انخفض بشكل كبير جدا في مصر يمكن منذ اقصى من 20 عام ولم ينخفض كمان انخفاض معدل البطارة ومعدل البطارة ده مهم جدا بسبب يعني النهاردة بقى فيه استقطاب لعمالة كبيرة يمكن مصر من بسبب ازمة كورونا يمكن مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي هناك استمرارية فيه العملية الانتاجية كمان استمرارية فيه تنفيذ المشروعات الكبرى فالنهاردة فيه تنفيذ مشروعات كبرى فده بتنعكس على المواطن بشكل كبير جدا سواء من تحسن الدخل انخفاض نسبة البطارة بشكل كبير جدا كمان السياسات يمكن السياسات الاقتصادية اللي بيتخذها البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري من خفض الفايدة وكمان دعم لقطاعات مهمة جدا اللي تأثرت في أزمة كورونا زي قطاع السياحة تمام ده برضو انعكس بشكل كبير طب دي المؤشرات الإيجابية احنا تقريبا ايه المؤشرات يعني بتصير قلقك او بتتوقف عندها وبتتخوف من نتائجها في الفترة القادمة من متبعتك لأرقام الاقتصاد المصري هي واحدة عندنا مشكلة بس ان شاء الله نتدركها من خلال الوعي ومن خلال برامج الناحي وفي عندنا التوعية للمواطنين هي فكرة الزيادة السكانية الزيادة السكانية لو زيادت بشكل كبير جدا فده بينعكس على انخفاض متوسط الدخل كمان بيبقى فيه فرص الفرص بتبقى وليلة في الخاصة للأجيال القادمة خاصة احنا عندنا رؤية مصر استراتيجية لعشرين وثلاثين فاحنا محتاجين اولا فكرة الزيادة السكانية لازم بيبقى فيها انخفاض بشكل كبير جدا كمان انا ان شاء الله الاقتصاد المصري ان شاء الله الفترة القادمة مش هيبقى فيه تخوف لان الاقتصاد المصري اصبح نموذج اقتصادي يحتز به في العالم يمكن هيبقى تجربة من التجارب في الشرق الاوسط تمام هتبقى تجربة فريدة نعم وتجربة ان شاء الله ستضع مصر على مكانة متميزة ومرموكة في الاقتصاد احنا بنتوقع كمان يمكن قبل خليك فاكرة انت عارف هتتوقع ايه عارف هتقولي عشان ما ننساش تمام مسألة زيادة السكانية هل تصلح فيها ان يبقى ضبطها عن طريق قوانين شوف حضراتك احنا عندنا برضو يعني رؤية او في مصر او ثقافة بتختلف لا هي محتاجة مش قوانين هي محتاجة توعية اكتر ما قوانين تنظيمية اه قوانين تنظيمية مش محتاجين قانون صارم انها هيحدد بشكل يمكن الصين الفترة الاخيرة مع زيادة كبيرة والتواصل الكبير بدأت فعلا هي تحدد العدد الموليد اي لا احنا محتاجين النهاردة بشكل اقتصادي او بشكل اجتماعي ان احنا في برامج يعني توعي المواطن النهاردة لو في زيادة في عدد الموليد ده هينعكس عليه بالسلم بشكل كبير جدا هو اصلا مش هيقدر تحمل تكلفته سواء في التعليم او بالصحة او 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 هو فعلا يعني اتنين كفاية ده حقيقي او او القدرة على الصرف والتربية بالزبط واصبحت مشاكل كمان الولاد يعني انهي عيلا ويقول لحدك على الحاجة احنا عندنا مشكلة خطيرة جدا يمكن فكرة الطلاق في مصر يمكن النهاردة مع الزيادة السكانية في نقطة الطلاق في مصر دي يمكن الجهاز المركزي عندنا عدد كبير جدا وده بخسر الدولة بشكل كبير جدا تمام وكمان بخسر المجتمع اكيد يعني الحقيقة الاخر نقطة بقى اتوقع ان شاء الله ان مصر باذن الله ستحقق معدل نمو ايجابي الفترة القادمة وستكون من اهم خمس اقتصاديات مش بس في الشرق الاوسط هتبقى في العالم باذن الله تعالى بما ان مصر حليف استراتيجي وقوي مع دولة الصين والصين ان شاء الله هتبقى هي ومصر من اهم الدول الاقتصادية ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي شرفتنا شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهاردة وبنصبح عليك هنقابل حضراتكم الخميس القادم ان شاء الله بكرة اسرة جديدة في انتظاركم وبنصبح عليك تحياتي دائما حازم ابو السعود اشتركوا في القناة